السلام عليكم ورحمة الله أحباتي الكرام أهلا وسهلا بكم وعيد سعيد عليكم إن شاء الله تهنية عيد الفطر باللغة الإنجليزية كيف نهنى الأشخاص باللغة الإنجليزية هذا اللي راح نتعلمه الآن عندنا مجموعة مفردات وكلمات مهمة عبارات جاهزة نقدر نحفظها مثل ما احنا طريقة المتبعة طريقة الحفظ بالجمل هذه العبارات مهمة نقدر نستخدمها بشكل دائم ضروري أنه نحفظها أيضا على الغاب في هذا السلام أحضركم الراس وقلم حتى تكتب أهم الأشياء المعلومات اللي تحتاجها وتكررها عدة مرات خمس مرات كل عبارة حتى تنطقها باللفظ الصحيح وأيضا تقدر تهنى بها الآخرين كأن ترسلها كرسائل كتابية أو صوتية لكن ضروري أنه تتعلم أيضا نطق كل كلمة من هاي الكلمات بالشكل الصحيح لنبدأ رحل بعدها كيف نقول الله يتقبل صالح الأعمال من نومكم عيد سعيد may Allah accept our good deeds happy aid يلا نقرأها سويا أنا وأنت حتى نحفظها بشكل صحيح may Allah accept our good deeds happy aid أحسنت may Allah accept our good deeds happy aid رحل بعدها الله happy aid الفطر happy aid الفطر hope we observe this aid many times with good health and happiness happiness عيد فطر سعيد تمنياتي أن يعاد علينا hope we observe this aid تمنياتي hope we observe this aid many times many times many times with good health بصحة جيدة and happiness 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 أحفظها باللفظ الصحيح ضروري جدا أوكي نقرأها مرة أخيرة happy aid الفطر happy aid الفطر hope we observe this aid many times with good health and happiness great البعثها wish you a good beautiful and happy holiday أتمنى إلك عيد رائع جميل وسعيد أوكي wish you a good beautiful and happy holiday holiday wish you a good beautiful and happy holiday wish you a good beautiful and happy holiday great الآن أنت تعلمت هذه العبارات المهمة خلينا نراجع حين بشكل صحيح باللفظ الصحيح طبعا كل هذه الدروس موجودة على انستغرام فتابعنا على صفحتنا على الانستغرام باسم سافيرس أكاديمي أيضا أوكي يلا الأولى كانت happy aid الفطر to you and your family أحسنت may Allah accepts our good deeds happy aid البعثة كانت happy aid الفطر hope we observe this aid many times with good health and happiness والأخيرة wish you a good beautiful and happy holiday wish you a good beautiful and happy holiday طبعا عندنا كثير من الكلمات موجودة أيضا العبارات عن العيد عندنا درس مخصص كيف أكتب تعبير عن العيد درس فيه كثير من العبارات وموسع بشكل أكبر فأنا نصحكم متابعته مجرد أن تدخل على قناتنا على اليوتيوب تكتب كيف أكتب تعبير عن العيد باللغة الإنجليزية رح يظهر لك الدرس مفصل أكثر من 10 دقائق بشرح تفصيلي لجميع عبارات اللي تحتاجها باللغة الإنجليزية عن العيد شكرا لك شكرا لك أشرح بها كل المعلومات اللي نحتاجها باللغة الإنجليزية إذا عندك أي اقتراح لدروس جديدة اكتب ليها بالتعليقات الآن شكرا لك وعيد سعيد عليك إن شاء الله ومبارك ألقاك قريبا على خير إلى اللقاء